وزارة التربية السورية الثالث الثانوي الأدبي كتاب الجغرافيا الفصل الأول تقدمت مبادر الضوء بصوت سعاد زين الدين يغطي هذا التسجيل الدرس الثاني من الوحدة التعليمية الرابعة التغير المناخي كارثة تهدد الأرض ومواجهة تتطلبها الحياة الزمان حزيران عام 1992 ميلادية المكان مدينة ريو دي جينيرو في البرازيل عدد الدول المشاركة أكثر من 150 دولة سبب الإنعقاد بحث كيفية المحافظة على كوكب الأرض في ظل المخاطر التي تتهدد البيئة جراء آثار التغيرات المناخية من توصياته ضرورة تخفيض نسبة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الدول المتقدمة في عام 2010 ميلادية بنسبة 15% من مستواها لعام 1990 ميلادية استمرت سلسلة المؤتمرات المنعقدة بشأن التغير المناخي والاحتباس الحراري سنة بعد أخرى لكنها أخفقت جميعها بسبب عدم التزام الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الصناعية ببنود الاتفاقيات المناخية وما تزال تراكيز غازات الاحتباس الحراري تتزايد باستمرار رغم تعالي الأصوات والاحتجاجات التي تنادي بإنقاذ كوكب الأرض استنادا إلى رأي أبين المصير الذي سيواجه كوكب الأرض وأعلّل إجابته الجواب الآثار كارثية الاحتباس الحراري قد يتسبب في ذوبان الجليد وتغير معدلات سقوط الأمطار وكثرة الفيضانات وتأثر طبقة الأوزون وغرق معظم المدن الساحلية انتهى الجواب سؤال آخر أفسر عدم التزام بعض الدول المتقدمة ببنود الاتفاقيات المناخية رغم خطورة التغير المناخي الجواب واحد معظم لأن بعاثات هي من الدول المتقدمة اثنان هناك خلافات حول التمويل ثلاثة صعود قوى سياسية للحكم لا تؤمن بالتغيرات المناخية انتهى الجواب يتوقع العلماء أنه في حال تضاعفت نسب غازات الاحتباس الحراري عما هي عليه اليوم فإن درجة حرارة الأرض سترتفع نحو ثلاثة إلى ثمانية درجة مئوية في نهاية القرن الحادي والعشرين وستترك عندئذ آثارا كبيرة في الإنسان والبيئة بمختلف مكوناتها وقد تكون هذه الآثار سلبية في منطقة وإيجابية في منطقة أخرى لكن عموما ستتجه الكوارث المناخية إلى التعاظم لنتبين معا بعض دلائل التغير المناخي الحالية والمستقبلية وآثاره بالقيام بالأنشطة الآتية أولا شذوذ حراري بينت الدراسات المناخية أن عدد الأيام والليالي الباردة قد انخفض وعدد الأيام والليالي الحارة قد ارتفع على نطاق العالم ومن المرجح أن تكون وطيرة الموجات الحارة قد ازدادت في أنحاء واسعة من أوروبا وآسيا وأستراليا كما رصد عدد من الظواهر المناخية الشاذة كما هو مبين فيما يأتي حرائق الغابات في روسيا أدت موجة الحر التي ضربت غربية روسيا خلال شهر تموز عام 2010 ميلادية إلى اندلاع سلسلة من الحرائق في منطقة شديدة البرودة حيث التهمت ألسلة النيران آلاف الهكتارات كما وصلت صحوب الدخان الكثيف إلى سماء العاصمة موسكو ازدياد نشاط وفعاليات النينو تتمثل ظاهرة النينو بارتفاع شاذ في درجة حرارة المياه السطحية للمحيط الهادئ قبالة سباح للبيرو والإكوادور ويكون ذلك مصحوبا بتغيرات متطرفة في الأحوال الجوية حيث تظهر هذه الحادثة كله ثلاث إلى أربع سنوات وتستمر لمدة سنة أو أكثر فتزداد حدة العواصف والأمطار في البيرو والإكوادور كما تمر إندونيسيا وأستراليا ومناطق متفرقة من العالم بمرحلة من الجفاف الشديد والحرائق الضخمة سؤال أسوق بأسلوب مقالا علميا أبين فيه أثر الشزود المناخي في جوانب البيئة الطبيعية والبشرية الجواب تجتاح ظاهرة النينو العالم والعديد من التأثيرات فيما تسبب تساقط أمطار في مناطق تسبب جفاف وفي مناطق أخرى وهذا سوف يؤدي إلى تفاوت في درجات الحرارة وارتفاع أسعار المواد الغذائية وانتشار الأمراض وتؤثر على هجرة الطيور انتهى الجواب مفارقة غريبة أثارت موجة الحر والجفاف التي أصابت مناطق من أوروبا في صيف 2003 ميلادية اهتمام العلماء استميز ذلك العام بتراجع إنتاج المحاصيل الزراعية في الجنوب كالذورة والشمندر التي انخفض إنتاجها بنسبة 25% في إيطاليا في حين ارتفع إنتاج الشمندر بنسبة 25% في إيرلندا الواقعة في الشمال سؤال أفسر التغيرات التي أصابت الإنتاج الزراعي في مناطق مختلفة من أوروبا الجواب التغيرات حصلت في درجة الحرارة التي أثرت على المحاصيل الزراعية وانخفاض إنتاجيتها وخاصة في الجنوب الأوروبي انتهى الجواب سؤال أبين أثر التغير المناخي في الأمن الغذائي والتبعية السياسية لدول العالم الجواب سوف تكون التأثيرات متباينة على الزراعة فقط تكون أكثر تأثيرا في المناطق الاستوائية من المعتدلة وسوف تستفيد من ذلك البلدان المتقدمة انتهى الجواب ثانيا ذوبان الجليد وارتفاع منسوب مياه البحر تؤدي الثلوث الجليدية التي تقطي معظم اليابسة والمحيطات في القطبين الشمالي والجنوبي دورا عظيمة الأهمية في استمرار الحياة على الأرض وفي الحفاظ على التوازن البيئي في كوكبنا استعكس الطبقة الجليدية قسما من الأشعة الشمسية الواصلة إلى سطح الأرض وتؤكد الدراسات أن مستوى سطح البحر ارتفع قرابة 17 سنتيمتر في القرن العشرين إذ بدأت الأغضية والأنهار الجليدية بالتكسر والتفكك للتوجه نحو المحيطات بأسرع مما كانت عليه في الماضي تناقص عدد البطاريق إلى النصف في القارة القطبية الجنوبية حالة الغطاء الجليدي في القطب الشمالي بين عامي 1979 حتى عام 2007 ميلادية ارتفاع درجة الحرارة في القطب الشمالي أسرع بمرتين من درجة الحرارة في بقية إنحاء العالم انفصال كتلة جليدية ضخمة عن القارة القطبية الجنوبية انفصلت واحدة من أكبر الكتل الجليدية في التاريخ عن الجرف الجليدي لارسنسي في القارة القطبية الجنوبية تقدر مساحة الكتلة بـ 5800 كم مربع ويبلغ وزنها نحو تريليون طن تقريبا الانفصال خفض مساحة الجرف الجليدي لارسنسي بأكثر من 12% الانفصال سيجعل لارسنسي عرضة لإنهيارات جليدية في المستقبل الأمر الذي من شأنه أن يرفع مستويات البحر العالمية بنسبة 10 سنتيمتر يؤدي ذوبان الجليديات إلى تراجع كمية الطحارب الجليدية والعوالق الحيوانية التي هي غذاء الأسماك والدببة القطبية سؤال أبين الآثار الإيجابية والسلبية الناجمة عن ذوبان الجليديات في مختلف جوانب البيئة الطبيعية والبشرية الجواب الآثار الإيجابية هي عند ذوبان الجليد الطحارب الموجودة في البرك تطرح في مياه البحر وتعتبر مصدرها من الطعام الأحياء و يساعد السفن على الإبحار من المناطق المتجملة انتهت الآثار الإيجابية الآثار السلبية يؤثر على الكائنات الحية التي تعيش في تلك المناطق مثل الدببة القطبية والبطاريق و ارتفاع مستوى البحر و زيادة حدوث الفيضانات انتهى الجواب ثالثا مستقبل البشرية في خطر اقرأ وأحلل الخريطة الآتية لتبين آثار التغير المناخي في المستقبل مستفيدا من الخريطة التالية أصوغ بأسلوب مقالا علميا أبين فيه النتائج المتوقعة لارتفاع درجة الحرارة العالمية بمقدار 3.7 درجة مئوية في عام 2100 في حال استمرت حرارة الأرض ووصلت مقدار الزيادة 3.7 درجة مئوية في عام 2100 ميلادية قد تشهد موجات الحر بإذابة الجليد وتختلف أضرار كارثية وعواصف وتأثيرها على الكائنات البحرية أكبر واستمرار اندفاع الغازات وازدياد حرارة الهواء بنسبة 15% سوف يدخل الأرض في حال دفين دفينة سخونة لا رجع فيها نحن أصدقاء الأرض شهد كوكب الأرض عبر تاريخه الطويل تغيرات مناخية كبرى تمثلت بأربع مراحل جليدية طويلة تخللتها ثلاث مراحل دفء قصيرة ناتجة عن اختلال التوازن بين كمية الطاقة الداخلة للغلاف الجوي والخارجة منه لكن الأرض تمكنت من التكيف مع هذه التغيرات وهذا جعلها صالحة للسكن ومع تسارع الأنشطة الصناعية وتغير استخدامات الأرض تزايدت درجة الحرارة تراكميا سؤال برأيك هل يمكن للبيئة نفسها أن تعيد التوازن إلى ذاتها في ظل هذا التزايد المتسارع؟ وفسر إجابتك الجواب لا يمكن ذلك بسبب الاختلال في توازن بين كمية الطاقة الداخلة للغلاف الجوي والخارجة منه وإذا زادت لن تستطيع الأرض التكيف مع هذه التغيرات انتهى الجواب سؤال اقترح توصيات يمكن أن تستفيد منها الحكومات أو المنظمات الدولية لمواجهة التغير المناخي الجواب واحد وضع خط الطوارئ في المدن والمحافظات التي تدأثر بارتفاع الحرارة اثنان الترشيد في استخدام الموارد الطبيعية ومنها المياه ثلاثة استخدام الطاقة البديلة والتخلي عن النقود الأحفوري أربعة فلتر الدخان المصانع خمسة إعادة تدوير المخلفات انتهى الجواب وانتهى الدرس الثاني من الوحدة الرابعة